الحاجة أم الاختراع ده مثل انجليزي معناه ان القوة الدفعة لفكرة الاختراع والابتكار هو الحاجة لها فيديو النهاردة ينطبق عليه جدا المثل ده قصة بسيطة كده ممكن ما تهمكش بس هتوضح لك بشكل عام للسبب الرئيسي فعمل وتطبيق فكرة محتوى النهاردة باختصار يا رجالة كان في المكتب عندي جهاز اكس بوكس 360 الفات القديم من اول اصدارات اجهزة الاكس بوكس 360 من الحجم الكبير اللي هو ايليت 120 جيجا ومعظمكم اكيد عارف ان الموديلات دي ما كانش بيركب عليها اجهزة استشعار الكنيكت اللي هي الكاميرا لالعاب الحركة التفاعلية بالجسم اختصر يا عم عارفينها انا عارفك يا بتاع كل مرة يا مستعجل انت ما علينا المهم والسبب ان الموديلات القديمة ما كانش مدمج فيها مخرج لسوكت الكينيكت اللي بيكون مختلف عن المخارج المتعارف عليها الي او اس بي العادي عن مظهر وعمل السوكت المتواجد في سلك مخرج الكينيكت الحالي وده اعتقد لان جهاز الكينيكت بصدر بعد اجهزة الفات بفترة بسيطة بداية من الاجهزة السليم ومررا بالاصدارات اللي بعد منها وعشان تقدر توصل وتشغل الكينيكت على الموديلات الفات القديمة دي كان لازم الاول تقدر توفر ادابتور او محاول خارجي كان بيتباع بشكل منفصل وفكرة الادابتور الخارجي هو توفير مصدر طاقة خارجي بقيمة 12 فولت اللي بيحتاجه جهاز الكينيكت للتوصيل والعمل طيب وفين المشكلة؟ المشكلة بقى ان الادابتور ده نادر دلوقتي تلاقيه بيتباع ولو لقيته بيكون اكيد مستعمل او متاخد من جهاز تاني وحاولت اسأل ناس كتير ومحلات كتير متخصصة وكانت النتيجة ان فيه اللي يعرفه وقال غير متوفر والنسبة الاكبر قالت ان ما عندهاش اي خلفية او فكرة اصلا عنه ومبدئيا كده ملامح الفكرة مش جيدة بالنسبة لي وانا طبطها قابل كده بس على كينيكت اجهزة الاكس بوكس وان اس و اكس اللي برضو مش متاح فيها مخرج لتوصيل الكينيكت مباشر وكانت بتحتاج برضو الى ادابتور خارجي منفصل وقدرت وقتها وحاليا اعدل اكتر من مرة على اجهزة الكينيكت عشان تشتغل على اجهزة الاس والاكس وكانت نجحة جدا وهيكون لنا معها تجربة قريبا في فيديو اخر مختلف بنشرح فيه جميع خطواتها وتفاصيلها بس يا رجالة وعشان كده قررت اعدل في الكنيكت نفسه واضف له محاول او ادابتور خارجي عادي سعره لا يتعدل خمسين جنيه او تلاتة دولار يعني كمان هتوفر في التكلفة لان سعر الادابتور الرسمي يبدأ من تلتميت جنيه لحد ربعمائة جنيه ده لو كان متوفر كمان المهم ان احنا كنا بنقول هنعدل في الكنيكت وهنضيف محاول خارجي يقدر يوفر له الطاقة اللي محتاجة للتوصيل والتشغيل على اصدرات الاجهزة القديمة من الاكس بوكس وكمان على اجهزة الكمبيوتر الحاسب الشخصي وبدون الحاجة الى البحث عن شرار الادابتور الرسمي اللي اصبح اصلا غير متواجد حاليا وبشكل قاطع افتكر دلوقتي الصورة وصلت لك كاملة ندخل بقى في الشغل في البداية هنحتاج كابل يو اس بي من نوعية وخامة تكون نظيفة ومعتمدة يعني اي وصلة عندك يو اس بي هتاخدها من اي وصلة موبايل مثلا وتكون شايف انها اصلية وجامدة هتنفع لاننا محتاجين ناخد منها طرف واحد الزهر دلوقتي قدامك اهم حاجة تكون تحتوي على اربع اطراف اسلاك اول طرف الاحمر وده الطرف المسؤول عن 3 فولت طاقة تاني طرف اسود وده المسؤول عن الجراوند او الارضي والطرفين الابيض والاخدر ودول المسؤولين عن الداتا والبيانات ولو الكابل اللي هتستخدمه لقيته مختلفة عن الالوان دي ما تستخدمهوش لانه مش هيكون معتمد او اصلي وده جهاز الكنيكت اللي هيتم عليه التعديل وده المخرج المسؤول عن توصيل الكنيكت بالاكس بوكس واللي هنحتاج نلغيه ونستخدم مكانه كابل اليو اس بي اللي محضرينه وهنا هنقوم بتعارية الكابل لليزهار اطرافه الداخلية عشان تبدأ بتوصيلها في الكابل اليو اس بي اللي حضرته سابقا بعد الوصول لاطراف الكابل هتلاحظ ان نفس الالوان الموجودة في كابل اليو اس بي متطبقة مع الالوان الموجودة في كابل اليو اس بي وهتلاحظ كمان ان عدد اطراف كابل الكنيكت خمسة اطراف مش اربعة زي اطراف كابل اليو اس بي وبكده نستنتج ان في طرف واحد زيادة ومختلف وهو الطرف اللي باللون البني وده الطرف المسؤول عن مصدر اخراج 12 فولت اللي بيحتاجها الكنيكت لتزويده بالطاقة وده الطرف الرئيسي اللي هيتم التعديل عليه عشان نقدر نحصل من خلاله على مصدر خارجي للطاقة يبقى نركز هنا عندنا اربع الوان متطبقة هيتم توصلها ولحمهم في بعض وعندنا طرف واحد مختلف باللون البني وده اللي هيتم توصيله ولحمه بمصدر طاقة خارجي لتزويد الكنيكت بالقيمة 12 فولت اللي هيحتاجها للعمل وهنا هنحتاج للأدابتر او المحاول اللي محضرينه وتقدر تشتريه من اي محل ادوات كهربائية او موال كمبيوتر بس اهم حاجة تتأكد انه كيمته 12 فولت و 2 امبير ملحوظة مهمة القيمة هنا ثابتها 12 فولت ما تنفعش تزيد او تقل لكن الامبير ينفع يزيد لحد 4 امبير ولكن ما ينفعش يقل عن 2 امبير وهنا هبدأ تعريض سلك المحاول الخارجي عشان اظهر اطرافه طرف الطاقة ال 12 فولت اللي هيتم توصيله ولحامه في الطرف اللي باللون البني الموجود في كابل الكنيكت والطرف الارضي او الجراون غالبا بيكون باللون الاسود وهيتم توصيله باللون الاسود اللي موجود برضو في كابل الكنيكت وهنا بعد ما قمت بتوصيل ولحام جميع الاطراف بعضها ده الطرف اللي باللون البني الموجود في كابل الكنيكت نفسه تم توصيله بترف الطاقة المتواجد في المحاول الخارجي والمسؤول عن تزويده بطاقة 12 فولت وده الطرف التاني باللون الاسود اللي خارج من المحاول الخارجي المسؤول عن الجراوند وتم توصيله بالطرف الاخر الاسود اللي موجود في كابل الكنيكت وهتلاحظ هنا انه تم عمل بريتج ودمج للطرفين في طرف واحد بمعنى تم توصيل الطرف الاسود من كابل الUSB والطرف الاخر الجراوند اللي موجود في المحاول الخارجي بالطرف الاسود اللي موجود في كابل الكنيكت نفسه ولحامهم في بعض واخر سلاسة اطراف من الالوان المتواجدين في كابل الUSB اللي هم الاحمر والابيض والاخضر تم توصيلهم ولحامهم الى نفس الالوان الاخرى المتواجدة في كابل الكنيكت نفسه بعد كده هبدأ بترتيب وتجهيز الكابل بعد التوصيل الصحيح بوعدام وتغطيته بشريط لاصق للتحضير لتجربة الكينكت على الاكس بوكس والتأكد من ان كل شيء يعمل بشكل صحيح وامن وحاولت تأكد ان كل حاجة معزولة بصورة سليمة ومظهر الشكل النهائي الخارجي للكابل جيد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونبدأ التجربة العملية هبدأ بتوصيل فيشة المحاول الخارجي بمصدر الطاقة وتاني حاجة هاوصل وصلة اليو اس بي بجهاز الاكس بوكس اشتركوا في القناة وهنا نلاحظ ان الكنكت بدأ يستجيب للعمل ولمبة الطاقة بالكنكت بدأت في الواميد ودي اشارة ممتازة جدا ونروح مع بعض للاكس بوكس وشاشة العرضة عشان نتابع ونتأكد من نتيجة عمل الكنكت على الاكس بوكس وانه بدأ يتعرف عليه ويعمل بشكل سليم هنا خيار الكنكت مديد ودي معناها ان الجهاز يتعرف عليه خلاص وهنا تأكيد على ان التجربة كانت نجحة وسليمة وتم التعرف على الكنكت بشكل كامل بدون حدوث اي اخطاء وده جهاز الاكس بوكس نفسه اصدار الفات ايليت 120 جيجا وموضح توصيل كابل اليو اس بي بالكنكت في المخرج الخلفي من الجهاز وفي النهاية اتمنى ان الشرح كان وافي والخطوات وقدرت اوصل لك الفكرة بشكل بسيط عشان تقدر تطبقها وتستفد منها لو احتاجتها وبفكرك ما تنساش الدعم وسبسكرايب للقناة ولايك للفيديو واشوفكم على خير سلام يا غليين